يكش تولع الثانوية العامة اللي تعمل في عيالنا كده؟ هو يعني كل اللي دخل طبه سيضال فلح لا حول ولا قوة إلا بالله وإنها لله وإنها إليه مواجعون فطالب الثانوية العامة من الدون السادس في محافظة الأليوبين البقاء لله وربنا يا ربي يصبر أهله ده بالإضافة إلى الطالبة اللي حولت إن هي تلحن ووجعت في نفسها بجاز قبل ظهور النتيجة برضو وعندها درجة عالية جدا من الحموق فربنا يقومها بالسلامة الله أعلم هي ما صارها إيه دلوقتي ولكن السؤال هو لحد إمتى إحنا هنفضل نعمل في عيالنا كده يعني ولد أو بنت بيخافوا من أهلهم فبيئذوا نفسهم ويتخلصوا من حياتهم عشان خوفهم من أهليهم هو إحنا لحد إمتى كأولياء أمور هنفضل ضغطين على عيالنا معلش يعني مع احترامي لكل الطلبة اللي طالعين أوائل جمهورية بعد كده النتيجة إيه المحصلة إيه في الآخر في المستقبل كام واحد كان طالع الأول على الجمهورية سمعنا عنه إن هو بقى نبغى في مجال ما بعد ما اتخرج مع احترامي لهم كلهم ربنا يكمهم ويوفقهم ويكملوا على اجتهدهم إحنا ليه بنضغط عيالنا ليه مش بنحتوي عيالنا بشكل جيد هو يعني معلش لو إن شاء الله لو جاب خمسين في المية التعليم هيفيد بإيه وأنا إبني ممكن يوح مني تعليمه ده بقى هيفيده بإيه سواء جاب خمسين ستين سبعين تمانية جاب أي حاجة التعليم هيفيد بإيه لو إبني حاول يتخلص من حياته إحنا ليه مش بنب عيالنا ليه مش بنحاوط على عيالنا أنا عايز أسألك سؤالك وليه يا عمر إنت إمتى كأب آخر مرة خدت ابنك أو بنتك في حضنك وقلت له يا ابني مهما كانت النتيجة إحنا راضيين بقضاء الله جبنا حلو جبنا قليل جبنا عالي الحمد لله المهم هنعمل إيه في الكلية المهم هنجهز نفسنا إزاي لمستقبلنا ليه ما فيش لغة حوار ما بيننا وما بين عيالنا ليه نوصل عيالنا للوضع وللشكل اللي يخليهم مش عايزين يكملوا في الدنيا دي بسبب إن الأب أو الأم قاعدين بيضغطوا قاعدين بيضغطوا وبيلوموا وبيقصانوا في مقادي في عيالهم كل ده ليه عشان مجموع سنوية يا عامة يكش تولع السنوية العامة اللي هتأمل في عيالنا كده لا هو فيه إيه بالزبط ما تخليك جنب ابنك خليك جنب بنتك خلو فيه لغة حوار ما بينكم وبين بعض إزاي ما فيش لغة حوار ما بين الأب أو الأم وعيالها ما هو اللي بيخلينا نقول كده إنه لما طالب يوصل لمرحلة إنه يحاول يتخلص من حياته معنى كده إنه ما فيش لغة حوار ربنا يصبرهم يا رب يا رب يا رب اللي عدوا بالمشكلة ديت النهاردة ربنا يصبر والد اللي توفى وربنا يصبر أهل البنت اللي الله أعلم ربنا يشفيها يا رب لازم يكون فيه لغة حوار ما بيننا وما بين عيالنا أنا هستفيد إيه لما أنا أخلق في إبن عقد نفسية ورقم جواه بقى كل شوي لازم تطلع الأول يا شحف لازم تجيب المجموع الفلاني وأكتر حاجة تقره العيل في نفسه المقارنات قال له هو اللي إنت ابن خالك يجيب وإنت ما تجيبش ليه بنت عمك تجيب 100% ولا تجيب 95% وتجيب لي 70% ما تحطوش عيالكم في موضع مقارنات فيه فروق فردية ما بين كل طالب والتاني ما تحطوش عيالكم في موضع ضغط إنت بتضغطه بنتيجة ابن خاله ولا بنت عمتها ولا نتيجة أي حد أو إنت بتضغطه وخلاص من باب الضغط قال له هو يعني كل اللي دخل طبه وصيدالة فلح معظم الناس اللي لهم تأثير لخارجين طبه ولا خارجين صيدالة ما ها احترام اللي بتوع طبه وصيدالة يعني أغلبية الناس اللي لهم تأثير وبيعرفوا يعملوا مستقبل كويس في البلد دي أو في المجتمع ده أو بره مش طبه ومش صيدالة طبه وصيدالة دي فيها قليلة برضو الغالبية العظمى لا بيخش طبه ولا بيخش صيدالة وبيبقوا نكحين في حياتهم وعندهم حياة عملية ومستقبلهم حلوة زي الفل ما تبقاش كولية أمر بقى عقلك قد كده وديق ما تقنعش ابنك في نفسه لا ما يجيب خمسين في المية مربنا يا كيومو بأي تعليم يخشه ما تجيب ستين ولا سبعين في المية هنعلق لهم المشانق قاعدين بنحذر دايما وابدا نفسية الطالب وانا بنبقه كل ولي أمر ابنك جاب ابن لازي خليك جنبه خده في حضنك احتويه اتكلم معاه خلي فيه لغة حوار ما بينك وما بين ابنك وما بينك وما بين بنتك وانت ما بينك وما بين ابنك وبنتك لازم يكون فيه لغة حوار عشان الولد او البنت يبقى ساوي يبقى عارف يعبر عن اللي جوله واتعرض لمشكلة لو عدى بأي موقف يبقى يكون عنده الجرأ ان هو يتكلم معاك مهما كان ايه هو الموقف ده فلما يبقى فيه لغة حوار وقت النتيجة مش يبقى فيها قزمة حتى لو ما جابش مجموعة كويس ليه لانه هو خلاص فيه ثقة ما بينه وما بين اهله عارف يتكلم معاهم مش مضغوط منهم في حاجة ما تعملوش في عيالكم كده الله يرض عليكم مرة تانية البقاء لله ربنا يصبر اهل الطالب اللي توفع ويا رب يا رب يا رب ربنا ينجي البنت اللي قازت مفسحة وخليكم جنب عيالكم خليكم جنب عيالكم خليكم جنب عيالكم